أهلا وسهلا فيكم موضوع جديد ومهم اللي هو اليموشنال انتليجنس معكم جميل دبابني مدرب ومحاضر في عدد من المؤسسات عن موضوع اليموشن انتليجنس مثل بوستين كوليج، مزور ستيت يونيفورسيتي، انفورما، جامعة طلال أبو غزالي وعدد من المؤسسات الأخرى الواقع أهمية اليموشن انتليجنس بالفترة الأخيرة صارت واضحة نتيجة انه في دراسات بتشير انه النجاح بالحياة بشكل عملي مرتبط كتير باليموشن انتليجنس وليس الذكاء العاطفي وليس الذكاء العقلي المرتبط بحلول المسائل الرياضية او القدرات على التذكر او القدرات على ربط بعض مؤشرات بطريقة عقلانية اللي هو طبعا الاي كيو الاي كيو انتليجنس باينما الاي كيو اللي هي الايموشن الاي كويشن الدراسة هاي كانت يعني تطبيقها العملي انه يعني الاهمية الايموشن الاي كويشن بس يفتقر الى القدرة على التعامل مع الاشخاص من ناحية كيف بتحكم بعواطفه وكيف بتحكم بالعلاقات مع الاخرين وعشان نفهم الموضوع هذا اكتر لازم نتعرف على يعني طريقة عمل الدماغ بالموضوع الموضوع الايموشن الاينتليجنس الدماغ الصراحة بتكون من عدة مناطق مسؤول عن عدة وظائف المنطقة اللازم نشير لها الاهميتها بالموضوع هذا اللي هي الاميقدلة الاميقدلة او النتوء اللوزي اللي شايفينه بالصورة انه طوء اللوزي هذا موجود بدماغ البشر منذ خلق البشرية كان له وظائف مختلفة بس اللي مجمع عليه انه الى الان بعمل بنفس الطريقة مع انه التطور لدماغ الإنسان بمراحل كتير مر الاميقدلة مسؤولة عن اللي هي الفايت او الفلايت او زي ما بيحكوا الكر والفر عادة هاي المنطقة تلايتس اوب لما يصير فيه خطر معين او حتى موقف مش طبيعي بتعرض له الانسان فبالتالي هاي المنطقة بتسيطر عدماغ بحيث انه بتصير يتصرف بطريقة مختلفة عن الوضع الطبيعي زي ما بنسمع دعيات سنيكرز مو انت وانت جوان لانه صراحة في موضوع التحكم بالغضب او التحكم بالفرح او التحكم بالجوع او التحكم بكل المشاعر دسترسفول هاي اللي هي ممكن تغير من طبيعة الانسان او الناس اللي بتعتقد انه هاي طبيعته وبصير يتصرف بطريقة مختلفة هي سببها الاميقدلة الاميقدلة بتعمل هاي جاك هاي جاك للدماغ بحيث انه بصير يتصرف الانسان بموقف انه اه ردة فعل ردة فعله الفايت اور فلايت اللي هي المفروض عادة لما يكون فيه خطر معين يعني خلينا نحكي مثلا واحد اتعرض لموقف انه اه 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 فجأة واجهه كلب كبير هذا الكلب بشكل خطر عليه فبالتالي بصير يفكر اه اه انا لازم اهاجمه فايت اور فلايت لازم اهرب منه فيمكن موقف هذا باخد قرار الدماغ بانه اه اه توفلايت يعني فبالتالي بصير ضخ الدم للعضلات بحيث انه اه اه يهرب واذا اذا شاف انه مثلا ممكن حجمه اصغر او كذا ممكن توفايت اه فكمان نفس الشي بقو باخد قرار الدماغ انه توفايت اه بهذه الحالة مبرر تصرف الدماغ بالطريقة هاي بس الاشي الغريب انه احيانا بصير هايجاك للدماغ من ناحية اموشنز بموقف ما بحتاج كل هال ردة الفعل زي مثلا انا بشوف ناس كتير بالباليك سبيكينج بصير عنده حالة من الرعب وحالة من الرجف بحيث انه بصير يرجف وحتى ما بتبكن من الكلام والتعبير بصير سويتنج حتى يتعرق كتير بحيث انه يحمر وجهه كأنه في حدا لاحقه او كأنه في خطر بواجهه هاي الحالة من الخوف بصير حتى الواحد كأنه مش هو بنسى كل اللي متذكره او حافظه او متقنه هاي الحالة بسموها اموشنال هايجاك كتير شفناها بمواقف لبعض اشخاص ممكن قتل بموقف ما بحتاج في ردة الفعل هاي زي مثلا واحد زمر لواحد تاني بالشارع فانفعل طرف الاخر وسحب المسدس وطخه او واحد مثلا طلق زوجته نتيجة ردة فعل لا شي بسيط هذه الاموشنال هايجاك او انه تنخطف الحواطف هاي بطريقة مش طبيعية سببها الاميجدلا عشان نقدر نتحكم بالاميجدلا لازم نفهم موضوع انه كيف الانسان بتعامل مع الاشخاص الحواليه من ناحية السوشال انتراكشن السوشال انتراكشن بدخل في موضوع كتير مهم اسمه الميرور نيورونز هادون الميرور نيورونز يعني العصاب المرآة العصاب المرآة اختت اسمها من انه الشخص اللي بشوف امامه منظر معين او شخص تاني بتصرف بطريقة معينة قد ياخد الموضوع كأنه هو بنفس الظرف هذا ان اوضحها اكتر نفترض احنا قاعدين بنشاهد شخص قاعد بحق جلده بطريقة كل شوي بعمل حركة تحكي الجلد هاي ممكن تكون هاي معديا الطرف التاني انه كمان الطرف التاني اللي هو بيشاهده يصير كأنه بده يحس نفس الاعراض هاي انه صار بحاجة انه حق جلده بنفس الطريقة او التتاؤب الناس اللي بيثاؤبوا بطريقة مستمرة امام شخص تاني بحس الطرف التاني انه هو بنفس الموقف او نفس الشعور انه في عنده نعاس ولازم يتتاؤب حتى يعني يتصرف نفس الطريقة هاي الميرور نيورونزي للصراحة اكتشفوها بطريقة الصدفة في مختبر بايطاليا كان في بعمل ابحاث على القردة اللي هو تخطيط الدماغ للقردة وكان التخطيط بشير لانه كل عصب مسؤول عن حركة عضو او عضل معين بجسم القرد بعطي مؤشر معين عنده تحريك هذا العضو او يسبق طبعا تحريك العضو باشارة بسموه الاخشن بوتينشل الواقع انه اللي صار انه بشكل غريب انه كان فيه اشارة لحركة ايد القرد اللي بيجروا عليه التجربة بدون من القرد يحرك ايده يعني فيه اشارة عصبية صادرة من الدماغ كأنه القرد بحرك ايده وهو ما حرك ايده اللي صار تفسيرها كالتالي انه كان يوم حر وكان واحد من اللاب اسيستنت اللي بيشتغله بالمختبر كان بوكل ايسي كريم كون وامام القرد هذا بعمل الحركة انه برفع ايده وبوكل من الايسي كريم فكأنه القرد هو بشاهد ولا هذا الشخص حس كأنه العصب فعلا قاعد بتحرك كأنه ايده القرد بتتحرك فهذا اكتشاف عظيم كان بحيث انه تطبيقاته كتير كبيرة على البشر نفسهم يعني انه ممكن تحرك اعصاب بالطرف التاني بتتعامل معه ويرلس بدون ما تلمسه عن طريق ايحاءات معينة بتخلي الشخص هذا يحس بي اللي انت قاعد بتحاول تحسسه فيه زي مثلا الصوت المنخفض الصوت الهادي الصوت الرتيب بيخلي الطرف التاني يصير اهدى او يفرز بعض مواد او مثلا اذا كان مثلا احنا من نعمل كاونسلينج لشخص في عنده نوع من الحاجة العاطفية النواسيه فصوت منخفض صوت فيه دفع وحنان زي ما بيحكوه بيتأثر على الطرف التاني بحيث انه يفرز بعض مواد حس انه فعلا الطرف هذا ريحه فيه مواد كتير تفرز بمواقف معينة بتعطيه شعور بالراحة او بالسعادة الاندورفنز الانكيفلنز وهي المواد تفرز عن طريق رسائل صوتية وحركات بالجسم ممكن تكون هادية بطريقة معينة او رتيبة بطريقة معينة بحيث انه الطرف التاني يشعر فيها بنفس الوقت نتخيل موقف انه واحد بنادي رياضي وقاعد بده يرفع حديد والمدرب طبعا بعطي صوت عالي مرتفع حتى الموسيقى بتكون فيها التمبو عالي بحيث انه تفرز نادة الادرينالين وهي المادة الادرينالين بتخلي الطرف التاني يشعر بانه عنده قوة عضلية كبيرة فبالتالي بصير يتصرف بطريقة اكتر فيها نشاط وحيوية لاحظوا انه بالحالات كلها ذكرتها هاي كان الاتصال ويرلس بين الشخص والشخص التاني بحيث انه اثر عليه هذا بالضبط اللي بسموه ميرور نيورونز الاعصاب المرأة وبستخدمه كتير في التسويق في الدعايات بحيث انه بتكون بتشاهد دعاية معينة بتعطيك شعور معين او بصير تتصرف بتصرف معين نتيجة اللي بتشاهده كأنك انت بالموقف هذا تطبيقاته الواقع تمتد لاشياء حتى توصف احيانا بانه لا اخلاقية لانه ممكن تحرك غرائز معينة او شعور معين او رغبة معينة عن طرف تاني عن طريق الرسائل هاي اللي منوجهها وتغير البيهيفيور فيها وزي ما حكى دان جولمان او دانيال جولمان اللي هو الرائد في المجال هذا سايكولوجست معروف حكى انه تطبيقات الاموشنال انتليجنس بتمتد بانه او هاو يو هاندل يورسيلف هاو يو هاندل يور ريليشنشيبز فحتى ناخد فكرة عن اللي حكا دان جولمان بكتابه المشهور اللي هو الاموشنال انتليجنس طبعا فيه له كتب تاني زي سوشيال انتليجنس وكولوجيكال انتليجنس ولا فيه كتاب له عن الفوكس بتشير كلها لاهمية الموضوع هذا التطبيقات وانه الشخص كيف يعمل سيلف اويرنس يعرف المشاعر اللي هي دسترسفول ايش الاشياء اللي بتزعجه ايش الاشياء بتخوفه كيف ممكن يتحكم بالموضوع هذا السيلف مانجمينت بحيث انه حاول مثلا شخص بهاب كتير من البابليك سبيكينج طب من حاله انه يعني what might go wrong الناس هدولة اللي الامامي مش رح يوكلوني مش رح حتى لو خجلت وحمر وجهي ايشي طبيعي فبصير طب من حاله فبالتالي استرس عنده بقل بس بالتالي هاي بتحكم بمشاعر الخوف عنده او مشاعر الغضب انه لما بيغضب زي ما بيقولوا ادل العشرة بس يمكن فيه طريقة تانية انه يفكر بطريقة انه لو انا استمرت بالطريقة هاي بالغضب هاي شو ممكن تأدي النتيجة هاي نتيجة ممكن تأدي انه الشخص يطلع عن طوره ويعمل تصرفات يندم عليها بعدين فاذا فكر بالطريقة هاي ممكن يتحكم بطريقة غضبه اكتر ويصير اهدى بطريقة انه مرن حاله على وما يخد قرار لا عند الغضب ولا عند الفرح حتى انه في ناس كتير بوعد لما يكون فرحان او لما يكون مبسوط كتير او بيشتري بعض منتجات لما يكون بالسوق اكسايتد وبصير فيه امبالس باينب بينما لو ترك المؤجل الموضوع هذا يمكن بعد فترة يحس انه ما كان في حاجة انه اشتري اصلا هذا المنتج وتطبيقات اليموشن الانتليجنس كمان بالانتراكشن مع الاخرين يعني انا شوفت ليدرز ناجحين جدا بقدر يستخدموا السوشل اند اموشن الانتليجنس بحيث انه يقدر اثير مثلا بعض مشاعر الموتيفيشن عند الطرف التاني يعني مثلا بداية السنة في بعض مدراء بعض نوع من الخطبة اللي بتثير تحمس الموظفيين للعمل او للانتاج احيانا ممكن يضطر يعطي مثلا نوع من الرسائل اللي بتثير بعض مشاعر التعاطف لانه التعاطف اشي اساسي بالانتراكشن بين البشر الامباثي زي ما بيحكوه مش سيمباثي امباثي فهاي كمان بتساعد الاشخاص بتطبيقاتها انه هاو تو هاندل يو ريليشنشيبس مع الاخرين وتكون مور افكتف بالتعامل بالمواقف المختلفة حسب الموقف وردة الفعل تكون تتناسب مع هذا الموقف بدون ما يكون في اميجدلا هايجاك للبريفرونتال كورتكس او للدماء بحيث انه يتصرف